بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كترقنا طبعا بالنص السماعي الثاني طبعا المرجع هو مرشدي في اللغة العربية القسم خانت دعي إذن لنتعلم من الإوز لنتعلم من الإوز أصف شكل سرب الإوز في كل صورة من الصور الثلاثة نعم الصورة الأولى نلاحظ شكل ديالوم على الشكل أن الطيور تطير على شكل حرف V يعني تطير مجتمعا على شكل حرف V هذه الصورة الأولى نلاحظ الصورة الثانية أن لا زالت الطيور تطير على شكل V إلا أن أحد الطيور طبعا تأخر ربما بسبب إما الإعياء أو المرض لاحظوا الصورة الثانية إذن لا زالت الطيور تطير على شكل V يعني مجتمعتان لكن الطائر هذا تخلف أو تأخر بسببه طبعا ربما الإعياء أو ربما المرض الصورة الثالثة تبين أن طائراني طبعا طبعا حاول أن يساعد طبعا الطائر إذن الطائران هذا طبعا تبعا طبعا الطائر الذي أصيب الإعياء أو المرض فطبعا طبعا لتساعدها طبعا ولتحميها ولا تحميها طبعا طبعا الآن سنرى أكمل العنوان الشفاهي بما يناسب عدنا وش الطائران التعاون الأخوة إذن لنستمع إلى إذن هنا التعاون يبدو لي التعاون ثم نستمع إلى طبعا النص السماعي نعم عندما تشاهد أسراب الطيور المهاجرة باتجاه أماكن أكثر دفئا طبعا لتمدية فصل الشتاء ربما تتساءل لماذا تطير على شكل حرف V إن الطيران على شكل حرف V يزيد السرب من قوة طيرانه فيما لو طارت كل إوزة لوحدها منعزلة بهذا الشكل منعزلة بهذا الشكل من طيران سرب الإوزة نتعلم نحن الأطفال أننا عندما نتعاون تكون إنجازاتنا أكبر أهم فالعمل كفريق يوصلنا إلى أهدافنا بصورة أسرع وأسهل حين تغادر إوزة السربة ستشعر بمقاومة الهواء وصعوبة الطيران وهي وحيدة لذا تعود بسرعة إلى السرب حتى تستفيد من الطاقة الجماعية التي يقدمها وبهذا نتعلم أن الانسجام والاتفاق على اتجاه نفسه يجعل الجهود المبذولة قليلة والوصول إلى الأهداف يسيرة كلما تعب قائد السرب من الإوزة تراجع عن مركز القيادة وسمح لغيره بأن يقود السرب ألا يعلمنا هذا الفعل أن الإوزة لا يفرق بين ذكر أو أنت أو قوي أو ضعيف في قيادة السرب فالاختيار الأقدر منا لا بنوعه حين تتعب حين تتعب أترك موقعك لمن هو أقدر منك وإذا واجهتك مشكلة تعذر عليك حلها وكل غيرك القادر على حلها إن تبادل مسؤولة التسيير أمر إيجابي مناجم عندما يطير الإوزة في السرب فإنه يصدر أصوات لتشجيع الطيور الموجودة في المقدمة حتى تحتفظ بدرجة السرعة نفسها وبهذا نتعلم يا أطفال أن التشجيع يحفز النفوس ويؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج الششاعة والتشجيع يؤثران على درجة التقدم عندما تمرض إوزة أو تصاهب الإعياء وتضطر إلى مغادرة السرب تتبعها إوزات أخريات حتى تساعدها وتحميها وتبقى معها إلى أن تموت أو تواصل رحلتها لتلتحق بالسرب أو تكون سربا آخر على شكل حرف V وبهذا السلوك الفاضل نتعلم أننا إذا استطعنا العمل بروح الفريق مهما كانت الاختلافات فإننا سنتغلب على الصعاب ونحقق أعظم الإنجازات لنبقى ماء مجتمعين في أوقات الشدة والتحديات الوعرة نعم أعيد الإستماع إلى النص أكثر طبعا من مرتين بعدها قلنا من خلال الصورة هذا نتعلم من الإوزة التعاون التعاون نعم نعم لنتعلم من الإوزة قلنا السؤال الأول الصورة هو شكل سرب على شكل V الصورتين راح أن الإوزة تأخرت ربما بسبب الإعياء أو المراض والصورة أيضا نراحل أن إوزتين هما تبعت الإوزة مش الإجازة إوزة المتأخرة لمساعدتها وحمايتها نعم نقل لنا أسمع النص ونعم وأذكر ما يدل في حركة سرب الإوز على ما يأتي القيام بالواجب الاتفاق وانسجام المساواة تبادل الأدوار ثم التشجيع نبدأ بالقيام بالواجب نعم ما هي يدلنا القيام بالواجب تطير الإوز مجتمعة على شكل حرف V لزيادة قوة طيرانها طبعا إذن فلابد من القيام بالواجب كل واحد منهم يعني يشكلوا مع المجموعة حرف V فتطيروا مجتمعة الاتفاق والانسجام يعني حين تغادر إوز السرب ستشعر بمقاومة طبعا هنا هاي الاتفاق والانسجام حين تغادر إوز السرب ستشعر بمقاومة الهواء وصعوبة طيران وهي وحيدة لذا تعود بسرعة حتى تستفيد من الطاقة الجماعية التي يقدمها فلابد من اتفاق والانسجام حتى يستفيد الجميع من الطاقة الجماعية التي يقدمها المساواة الإوز لا يفرق بين ذكا أنت أو قوين أو ضعيف تبادل الأدوار كلما تعب قائد السرب من الإوز تراجع على مركز القيادة وسمحه وتركه لغيره بأن يقود السرب فهناك تبادل الأدوار التشجيع عندما يطر الإوز في السرب فإنه يصدر أصوات طبعا لتشجيع الطيور الموجودة في المقدمة طبعا لقلنا إن طيئة هنا سنعود إلى السؤال الموالي إيشنا هو؟ تشجيع مرة نعم هنا أقول لك أفحص ما فهمته من العنوى بتحديد الجواب المناسب لنتعلم من الإوز هل نشجع بعضنا؟ نعمل فرادة؟ نعمل متحدين؟ أم نعمل في شكل فريق يبدو لي أن نعم نشجع بعضنا تشجيع لا بد لا نعمل فرادة نعمل متحدين ونعمل كذلك في شكل فريقين نعمل في شكل فريق نعم أحكي شفائيا مقطعا من قصة السرب نعم قلنا هذا الشيء قلنا تشجيع نعم إن طيران هذا هو سنحكي طبعا مقطع من ما يتعلق من التعليم من الإوز إن طيران الإوز على شكل في يمنعها قوة في الطيران ويجعل كل إوز تستفيد من الطاقة الجماعية مما يجعلها تصل إلى أهدافها بأقل جهد ثم تشلط طلبوا مننا طلبوا مننا طبعا هذه مهمة أحول نصائح النص إلى خطبة ألقيها شفائيا على زملائي وزميلاتي لأنصحهم بما يأتي القيام بالواجب التفاق والانتجاب المساواة تبادل أدوار وأتجع نعم نعم نقول مثلا أصدقائي الأعزاء طبعا كما تعرفتم عندما تشاهدون الطيور المهاجرة تطير على شكل طبعا يزيد السرب من قوة طيرانه فالعمل كفريق طبعا يوصلنا إلى الأهداف بصورة أسرع وأسهل طبعا وإن قائد السرب عندما يتعب يتراجع عن مركز القيادة ليتركها لغيره من الإوز سواء أكان ذكرا أم أنت ضعيفا أم قويا لهذا فتبادل مسؤولي التسيير أمر إيجابي وناجع وإن طائر الإوز يصدر أصوات ليشجع الطيور الموجودة في المقدمة لكي تحتفظ بدرجة السرعة نفسها وبهذا السلوك الفاضل أصدقاء الأعزاء نتعلم أننا إذا طبعا العمل إذا استطعنا العمل بروح الفريق مهما كانت الاختلافات فإننا سنتغلب على الصعاب ونحقق أعظم الإنجازات والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر